مساء الخير نهار اليوم انخفضت درجات الحرارة قليلا عن معدلاتها السنوية ارتفعت نسبة الرطوبة ظهرت بعض الغيوم منخفضة سادت أجواء صيفية نستطيع أن نقول صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية فيما كانت الأجواء حارة في الأغوار البحر الميت وأيضا درجات الحرارة كانت مرتفعة في العقبة خاصة ساعات الظهيرة وأيضا خلال فترة العصر نحن عمنا نشوف الآن درجات الحرارة تقريبا دافئة نحن نحكي على 25 درجة مئوية بعض الغيوم منخفضة الليلة ممكن نشوفها إن كان في المناطق الشمالية أو الوسطى 46 نسبة الرطوبة رياح شمالية غربية معتدلة السرعة درجات الحرارة ترجع تقريبا إلى 20 درجة مئوية غدا يوم الثلاثة أجواء صيفية درجات حرارة صيفية بامتياز نحن نحكي على 31 درجة مئوية نتوقع يوم الثلاثة العصر يكون في رياح نشطة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية خاصة الشرقية منها 33 درجة مئوية للخميس على الجمعة 21 درجة مئوية نشوف الآن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم الغد وتكون كالتالي وأبدأ من العقبة 27 غدا 41 درجة مئوية أجواء حارة 35 غدا في وادي رم معان من 17 إلى 33 راس النقب من 16 إلى 28 درجة مئوية ونشوف بعض السحب البتراء أجواء صافية من 19 إلى 29 27 في الشوبك أجواء صافية الرشادية من 14 إلى 26 درجة مئوية الطفيلة من 19 إلى 29 غور الصافي من 28 إلى 41 درجة مئوية وأجواء طبعا شديدة الحرارة هناك الكرك من 19 إلى 31 أجواء صيفية وكمان الطقس مشمس وصافي وادي الموجب من 24 إلى 36 أجواء حارة البحر الميت غدا نتصل إلى 41 درجة مئوية أجواء حارة ماذا با من 17 إلى 30 درجة مئوية ونشوف بعض الغيوم مطار الملكة عالية دولي من 13 إلى 32 وحكينا ممكن نشوف بعض الغيوم المنخفضة في المناطق الشمالية وأيضا الوسطى مرج الحمام من 18 إلى 29 درجة مئوية سوالح 18-29 لفحص من 20 إلى 31 درجة مئوية ونشاهد بعض السحب عموما الأجواء مشمسة الصلط من 21 إلى 31 درجات حرارة طبعا صيفية بامتياز عجلون من 20 إلى 30 درجة مئوية راس مونيف 27 درجة مئوية والليلة 16 نشوف في إربد الليلة 20 درجة غدا نتصل إلى 31 درجة مئوية نستمر جرش من 22 إلى 32 مرة ثاني نرجع إلى مناطق عمان عمان الغربية من 19 إلى 30 عمان الشرقية من 20 إلى 31 درجة مئوية 33 في مدينة الزرقاء والمفرق من 16 إلى 33 درجة مئوية المناطق الشرقية من البلاد رويشد من 19 إلى 34 درجة مئوية تحدثنا عن رياح اليوم الغد قد تكون نشيطة فترة العصر ومثيرة للغبار الصفاوي من 20 إلى 35 طبعا غبار ممكن يكون شكل واضح في المناطق الصحراوية الشرقية الأزرق من 21 إلى 36 درجة مئوية أجواء مغبرة والجفر من 18 إلى 34 درجة مئوية وطبعا أرجو الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية طبعا بسبب الغبار الممكن يكون في المناطق الصحراوية أطيب التمنيات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر